بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة وأقال وزير الدفاع والإنتاج الحربي في برقيته إن رجال القوات المسلحة يؤكدون اقتداءهم بهدى رسول الإنسانية الذي أرسى نموذجا فريدا لبناء الأمم والأوطان ونبراسا لطريقها نحو الرقي والتطور مضينا تحت قيادة الرئيس السيسي الحكيمة بنبل القصد وصدق الغاية لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن وصون تاريخه وأمجاده ومقدرات شعبه العظيم كما بعث الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس السيسي بهذه المناسبة وبعث الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية كما بعث الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية